السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آآ فيديو النهاردة هقول لك فيه ازاي تقدري تختاري القماش المناسب والابرة المناسبة لاي تصميم انت عايزاه او او هتفكري ان انت تنفذيه. طبعا هتحتاري وحتسأل نفسك طب انا عايزة اعمل ده. طب انا هستخدم قماش ايه? طب انا هعمل ايه? طب انا هستخدم معاه ابرا رقم كام? الكلام ده كله. الفيديو ده هنياحك فيه من ان انت تسألي اي سؤال خاص بالموضوع ده تماما. اول حاجة عندنا ان احنا عندنا انواع القماش. زي ما انا قلت تقدري تستخدمي انواع كتير جدا. الدك الكتان آآ البفتة. الدمور. الخيش. اي نوع انت عايزاه. طيب. اول حاجة هنفترض ان انت عايزة تعملي كوشن او مخدة كاملة. تمام? وهتستخدمي الخيط ده. الصوف ده. خلي بالنا ان احنا عندنا الخيط ممكن تشتغلي بقطن وممكن تشتغلي بصوف. هنفترض ان انت التصميم اللي انت عايزة تعمليه ما ينفعش تعمليه الا بالخيوط اللي هي السميكة دي. تمام? فانا لازم هنا استخدم ابرة. لازم تبقى الابرة بتاعتك مناسبة لنوع الخيط اللي انت بتستخدميه. تمام? اولا هنعمل ايه بقى هنا? انا دلوقتي عايزة اعمل كوشن كامل مش هيبان منه ولا حاجة او شنطة كاملة مش هيبان منها اي نوع من القماش خالص. تمام? يبقى ساعتها اشتخدم قماش المون كده. ليه? اولا انت هتعمل التصميم كله كامل مش هيبان منه حاجة خالص. تاني حاجة ان القماش ده معمول لانه مناسب لكل انواع الابر. يعني حتى لو جبتي الابرة رفيعه مناسب معاه. جبتي ابرة تخينة مناسب معاه. ليه? لان انت مجرد ما بتشتغلي. نفترض مسلا ان انا هشتغل به اهو. تمام? حطيته في الشغل اهو. بصوا هنا. مجرد بس حتى لو غلطته وطلعت مجرد بس ما بعمل كده خلاص الخروم خلاص. مش زهرة. هو معمول لكده. عشان آآ ما يبانش فيه آآ الدخول بتاع الابرة. يعني هم عاملينه مخصوص للشغل كده. يبقى لو هتعملي شنطة. او هتعملي كوشا كامل. مش هيبان منه اي نوع من القماش. تمام? لان ده ما ينفعش لما تعملي كوشا ليبقى بايد. ما بيبقاش شكله حلو. ما بيبقاش قايم زي الدكة او الكتان. تمام? يبقى انا لو هعمل تصميم كامل. كله او شنطة او كستر او كده. وعايزة تستخدم الخيوط اللي هي السميكة معاه. يبقى الابرة دي مهمة حلوة جدا مع القماش ده. طيب. نفترض ان انا عايزة اعمل كوشا اللي انتو بتشوفوه على الصفحة. وبتعجبكو جدا اللي هي بتبقى عبارة عن مسلا ان انا برسم فيها. انا برسم فيها مسلا انا عندي مسلا من كوشا انا اهو. مجرد بس ان انا مجرد بس ان انا برسم تصميم مسلا كده 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 مسلا كده بالشكل ده كده. فوق كده 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 وخلاص. تمام? ده ما ينفعش استخدم معا القماش ده. لانه هيبقى باين وشكله مش حلو. وما لا استخدم معا قماش ايه? الدك الكتان. الا اي نوع بقى تاني يكون حلو مع ده ده. كمان اما بتيجي تعملي الكوشن. الافضل ان انت ما تستخدميش معا الابرة اللي هي التخينة دي لان دي بتبقى السجاد او الشنط. تستخدمي معا الابرة الرفيعة لي عاملة زي الحقنة دي. وبيبقى طبعا الخيط اما تستخدمي خيط اليزا ديفا او اليزا كوتنجولد وليزا كوتنجولد حلو جدا برضو. في الشغل. ببقى شكله جميل جدا. تمام? حاجة كمان نخلي بالنا منها انواع الخيوط. انواع الخيوط لما تيجي آآ تشتغليها. لازم تضمني ان الابرة اللي انت بتستخدميها حتى يعني حيدخل منها الخيط. يعني مسلا انا هنا لو استخدمت مسلا الابرة اللي هي الحقنة دي. طبعا دي استحالة. هتمرر الخيط اللي انا استخدمته ده. ما تقعدش بقى تحاولي وتحاول تقولي لا انا هدخلها وهشتغل بيها طبعا مش هتشتغل معيك. آآ في بعض الناس بتسأل هل ممكن استعمل خيوط التطريز اللي هي مسلا طبعا دي خيوط تطريز. اللي هي زي كده. ينفع بس مش مع يعني مش مع كل الحاجات. لان اولا قبر التطريز او خيوط التطريز نفسها بتبقى عبارة عن احجام كده صغيرة زي ما انتم شايفين. طبعا نفترض ان انت عندك خيوط تطريز بس ما عندكيش نفس اللون تانية تعملي ايه? فالافضل ان انت لما تيجي تشتغلي تجيبي البكر مسلا زي ده. يا اليزا ديفا او اليزا كوتونجولد معيكي? هتبقى الشلة قدامك عسطي منها هتلاقيها هتلاقي كل حاجة معيك. تمام? يبقى احنا الخيط والابرة انا كده هاعرف من خلال الفيديو ده هاعرف اشتغل صح. انا لو لقيت الخيط اللي انا هستخدمه خيوط صوف. وعايزة ان انا اعمل موديل كامل مش هيبان منه الشكل بتاعي خالص. تمام? يبقى احنا كده في الفيديو ده عارفنا ازاي ان احنا آآ نقدر ان احنا نميز بين انواع الاقمشة. كمان في حاجة آآ طبعا لازم يكون عندك بعد ما تخلصي. فيه ناس بتحب تلزق قبل ما يعني بعد ما بتلزق مسلا نافترض ان احنا هنستخدم الفيديو انواع طبعا اللازق كتير. طبعا دون ممكن ما يكونوش موجودين. بس طبعا نتو عندكم اللي هو اللاتيكس والغيرة الابيض. في بعض الناس بتحط الاتنين على بعض. وفيه كمان بعض الناس بتستخدم اللي هو ورق الزبدة اللي هو بيتكوي ده. بعد ما بتعمل التصميم بتاعها وبتلزقه كل حاجة بتقوم برضو حتى ورق الزبدة ده وبتكويه كوية خفيفة خالص بحيس انه هو يبقى خلاص يلزق في القماش. بعد كده بتبطنه بقى بالقماش اللي هو آآ بيتجاب عليه بعد كده بيتبطن به. عايزة ما تجيبهوش تقدر تستغني عنه وتقدر تحطي القماش بتاعك اللي انت عاملة منه ما فيش اي مشكلة. تمام? كمان لازم يكون موجود عندك. الافضل برضو ان انت يكون عندك الفرشة دي. زي فرشة الدهام بالزبط. اهي. دي عشان تبقى موجودة معاك بحيس ان انت لما كوني خلصتي خلاص الشغل بتاعك. عملت بقى باللزق بتاعك. تبقى ايه? عاملها مخصصاها لللزق كده بحيس ان هي تبقى سهلة. وبعدين عشان ما تحطيش فيها كتير يعني لو عملت بقى اي حاجة تانية لازم يكون معاك فرشة. فرشة دي تقدر توزع على الجميع الاجزاء او على الصورة اللي انت عاملها كلها. فدي مهمة جدا. اي فرشة دهان. سواء كانت كبيرة او صغيرة. اهي كلهم واحد. بس بافضل ان انت تستخدمي الصغيرة دي عشان تقدر ان انت توزعي بها بسهولة كده. يعني على بتحطي اللزق كده على كلها بسرعة. كمان لو انت مسلا هتستخدمي الصوف احيانا في بعض الصوف بيبقى ليه وبرة. يعني في بعض الصوف كده اما بنيجي نشتغل به بنحس ان هو مطلع وبرة. طبعا هنعمل ايه? هيبقى عندنا دي اللي هي بتشيل الوبر دي. دي بتجيب بتشيل الجزء ده كده. طبعا نقيحة عندي منها كتير جدا عشان ان احنا طبعا هنا في الشتاء دايما الجواكت بتاعتنا بتبقى كلها وبرة عشان الشتاء وكده. اهي? فدي بقى طبعا بتجيبيها. اهي? ايه بقى دي فايدتها? ان هي بعد تشيل بقى اللزقة دي. دي بتمشي بيها على القطعة اللي انت اشتغلتيها. تمام? بتشلك اي وبرة فيها وبتخلي الشغل بتاعك نظيف جدا. وبيبقى برضو بتخليه شكله حلو كده ومتساوي كله. ولو في اي مسلا حتة خط مش مناسبة للشغل بتطلع كل حاجة. تمام? يبقى احنا القبر بتاعتنا الفرشة. آآ اللازق بتاعنا سواء كان غيره ابيض او الغير الابيض او اللاتيكس. ممكن بتشتروا الاتنين مع بعض. ممكن كمان تشتروا ورق اللي هو الزبنة ده اللي بيلزق. آآ على القماش. برضو مهم جدا لو انت حابة. آآ ده كل اللي انت هتقدري تستخدميه مع القماش. حبيته ان انا برضو اوضحه عشان في حاجات طبعة. في لسة ناس تايها. آآ معلش عذروني ان انا بتكلم كتير بس والله بابقى عايزة اقول لكم كل حاجة عشان لما تبتدوا تبقوا بدقين معي آآ بداية صح. وبقول وبقولت كل حاجة بحيس ان لو واحدة مبتدئة بعد كده وعايزة تتفرج على الفيديوهات تتابع الفيديوهات من البداية للنهاية. ده كان فيديو النهاردة. اتمنى ان انا اكون جاوبت فيه على كل الاسئلة اللي انتم بتسألوها. ازاي اختار القماش المناسب مع الابرة المناسبة. لان ده طبعا مهم جدا. آآ طبعا معلش اعذروني انا بطول شوية في الكلام لكن بحب اقول لكم كل حاجة عشان لو في حد مبتدئ وحابب ان هو يبدأ. لازم يسمع الكلام ده ويعرف كل حاجة عن الشغل ده. تمام? آآ ان شاء الله الفيديو اللي جاي. هقول لكم ازاي ان احنا نقدر ان احنا نعمل الرسمة على القماش. اشتركوا في القناة